حمام تلوطر وحمام محاضرة لطرقية دلوقتي اللي وستاذ اجيجي ايه 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 يكو حباب البجيجي عامليم ايه يارب تكونوا بخير النهارده بقى انا جيت مكان يمكن يكون غريب شوية بس بما ان احنا في الصيف وخدنا الاجازات فقلت شفلكوا نادي يكون رخيش شوية واسعاره كويسة وفيه خدمات كتير جدا جدا انا جيت هنا فين؟ انا هنا ممكن تستغربوني شوية بس انا جيت هنا في الوراء كل بقى حبايبي بتوع الوراء يجمعوا بقى ويحطوا احلى لايك لأحلى جيزة النهاردة بقى يا جماعة فيه برو جرام حلو قوي قوي فيه كمان اسعار مميزة جدا جدا فيه حاجات حلو قوي ناس كتير قوي قوي من المتابعيني قالوا لي لازم تيجي المكان هنا المكان هنا نادي تحيا مصر تعالوا كده نشوفوا مع بعض نادي تحيا مصر العنوان بتاعه اهو بصوا جماعة العنوان اهو اخر شارع فوزي رحيم امام شركة الغاز وحي الوراء دخلة النادي تحيا مصر اهو اخر كورنيش الوراء الجديد ده العنوان لو عايزين تاخدوه سكرين وحطهولكو برضو في اول تعليق عندهم حفلات عندهم كمان سعي ومميز جدا للأعضاء تعالوا كده نشوف كده مع بعض وندخل كده ونقول بسم الله يلا تعالوا كده دخلنا اول ما بندخل كده من بوزي حضرتك عامل ايه اخبارك ايه عايز اقول لك ان انا مبسوطك جدا النهاردة بجد والله النادي هنا مميز جدا جدا وكمان اسعار مميزة طب احنا عايزين الاول كده نتفرج على المكان ونقول بقى كده وحنا بنتفرج نقول الاسعار بتاعتنا ونقول الدنيا ونقول كمان هو على مساحة قد ايه وانه حاجات اللي معاينة تابعا على ارض طوات مسلحة الارض هنا على ارض طوات مسلحة تابعا الشركة الوطنية للطرق ايوه ونشدنا المكان ان احنا نعمله للاهالي ايوه بدل ما تبقى اماكن مهجورة او اماكن فيها مخطرات او اماكن فيها اي حاجة تستغل قلنا نستغل الاماكن اللي تحت الكبار دي ان احنا نعملها انديها العائلات تميق وانديها فصة باسعار بسيطة جدا بيقف الفرض جميتين جنيه في السنة ما شاء الله يعني الخمس احراض الاسرة الف جنيه ما شاء الله فبالتالي اسعار ممتزة جدا اسعار ممتزة جدا واسعار مطابر من الحاجات اللي هي مميزة وان احنا نحاول بخطر الامكان ان احنا ننمي الاهالي والولاد اللي في الشارع ونستغل لهم اماكن واندية فمي ننمي الاندية زي ما حضرتك بقت غالية جدا احنا نستعملها عيد ميلاد نستعملها افراح نعملها عقيقة نعملها تكليم للأبطال والأولاد لما بنعمل نعملها الحاجة النهاردة زي ما احنا عاملينها تمام والقاعة دي اتمر فيها كل حاجة بتتعمل فبالتالي لما نعمل حاجة زي جدا بتفيد الاسرة وبيتفيد الولد كل واحد يقرب من شاقته شوية والشاقة بدل ماهي كبيرة يبقى الشاقة المكان ياخد ميزة اسرة هنا طب احنا معنا مثلا يعني مثلا انا الوقتي اشتركت العدوية بتاعتك كم هنا العدوية يعني لو خطينا تعمل عدوية لخمس افراد تمام الصار بيأتبر بمتين جنيه يعني الشمسة بألف جنيه في التجديد تمام والمؤدم بيبقى عندنا تلات عروب عندنا عرضي تلات تلاف كل ما يبقى المؤدم عالي وكان على فترة المؤدم كان سبع تلاف وثمان تلاف مظر القلب الصبيعي رجعنا هورا تاني بقى تلاتة بقى تلاتة بدأ الشمسة وكل سنة كل سنة الف تمام جاء العرض الثاني الفين وكل سنة الف وترتمية تجديد تمام والعرض الثالث نص سنوي اللي هي أدوية نص سنوية بيدفع ألف فقط وفي واحد الجاي بيدفع ألف وربعمية تجديد ودي تلات عروس ويعتبر في متناوى للجميع طب أنا دلوقتي والتبالي حضرتك على الزيادة دي سبتة فول العمر يعني يعني اللي بيبقى الألف ويبقى ألف سبب ألف وترتمية يتخذ بقى من الجديد اللي هو لسه هيدخل بكرة أو لسه مقدمش بيكون إنشاءاتنا كترة بيكون الجانية بقت تمام دي قاعد بقى المنزلات وقاعد القفاح حاملناها لعضو بألفين ونص للعضو بألفين ونص بيكرر الأدوية حلوة يعني مش لازم تكون لي لا لا مش لازم لا هي حد بألفين ونص بتقعد من الساعة كامل الساعة كامل حفلة الساعة مثلا ستة الجد حد عشر اتناشة أربعة خمس ساعات متضمنة اي بقى معايا لكل حاجة اللايك والمكان والكراسي والدوك والكوشة والديجي وكل حاجة معادة طبعا الأكل الأكل بيبقى ايه؟ يعني في حجود بيتراوح ما بين 18 و 20 الوجبة بيبقى فيها جاتو وبتونسة ليه وباتيه وشوكة سكينة معلقة تمام آه تمام حلوة قوي أسعار أسعار جميل تمام تمام مكان مكان مجل الرياضة لازم بقيمة لابس رياضة بدل الولد ما ييجي نسعب ننزل بليتس اسباحة منين ونخليه نفه وننزل قصة البلد احنا وفرنا محل أدوات رياضية بسعر الجملة هنا؟ آه بسعر الجملة تمام يعني فيه ميوهات ميوهات كسات بيتجات كورد ميوهات حريمي ميوهات شرعية اشترزات كورد كله بسعر الجملة حتى التنس كله بسعر جملة تمام كلس وكورد فيه كل حاجة هنا عندنا أقدارته لستاذ أحمد عبوهاب راجل معروف جدا في السوق ومعروف اسمه في السوق وفي نفس الوقت بيورد لكل اللي بيبيعوا الطاعي في مصر كلها يعني يعتبر عندنا هنا المؤرد الرئيسي لكل الناس اللي بتشتغل بره بأطلس الأصوراح خد نشوار هناك بعيدة هيبت حاجات أجلة احنا هنا الحاجات بسعر المتناول الجديد في المحل دي بقى اللي هي الملاهي دي للولادة هي تمام للبنتين دو بيجيب ألعاب أبتر وأبتر خساب المناسبات دي طبعا فري للأعضاء بخمسة جنيه بخمسة جنيه لأن الحاجة اللي هي ببلاش بتتكسر بصور أكيد عشان يعرفوا يحافظوا عليه دي منطقة شعبية بره أقل ربع ساعة في أي لعبة بعشرة جنيه بخمسة جنيه كلهم بخمسة جنيه لأدور لبير العدور مرافق بـ 20 جنيه حلوة بخمسة جنيه في الأيام العدود بخمسة جنيه للعضو طبعا مع قادي الملعب اهو زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده طبعا برضو للأعضاء الاشتراك الشهري لأي حد بـ 150 جنيه طبعا في كافيتيريا كده زي ما انتو شايفين ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله بجي انتو شهري لينا في التنس وعندنا بالفعل ملعب تنس ودي أول مرة في 100 شعبات الموجودة ومانطوب في التنس بالفعل في التدريب 259 جنيه ودي اشفوجودة في عام خلق كل حاجة في التنس 500 جنيه ودي الأول مرة في موجودة للعضاء الكابد المحمد مجرد في عدية الدين بيه كبير انا بيه حاجة كبيرة يعني بطول كانتنا 40 متر بيش يا جماعة كده وطبعا مدربين مجدين بردو حامامات 7 حساب حامامات 7 م 1 على 4 اول الأولاني مجدين العدو بردو الأعضاء وليوم أيام سرين مجانا من يومني إسلوى كل يوم التلاتة و جمعة نتم مجانا من الساعة 1 الأربعة يعني العضو بكام وغير العضو بكام العضو العضو بكام شهرياً والغير العضو بكام التدريب يعني فيه تدريبات والفترات الحرة الساعتين بتلاتين جنيه الساعتين فترات الحرة جير ليا من المدامين والفترات الحرة والجير العادي وخمسين جنيه يعني عاملين كده وعملين كده وطبعاً تبقى ايام معينة خميس وجمعة بتبتدي من الساعة كم من الساعة كم من الساعة ستة لجت عشرة مجاناً والغير الاعضاء بنخلوا فيكت فيكت القسكرة بخمسة وعشرين جنيه لنفرش الايام اللي هي فيها الحفلات انما من غير الحفلات بكام التسطرة بتبنى فيكت الكبير عشرين والزباير عشر تمام فيه خروض من الشبط والترد وتبير المياه وفيه خياسات موجودة وفيه ملكزين ورزين 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 شايفة الملكز لازم يتابع يشوف الولد بعمليه مخاش كمام ايو صح احنا بنعمل بنوافق لمناطر الشعبية ومناطر الصباحة ونصلون المناطر تدريب بنوافق ونجيب على فكرة اكبر مدرجين معانا يعني مثلا عشان مدرجين شعبية نجيب مدرجين اي كلام بجد انا كنت سعيدة جدا نهار دو كل حاجة نحن في الاتر نحن الولد ونحن وليه الامر وبنفس الوقت نزلت الجنيا هنا ايه ايه اكلة الماصمات دي عرفنا كلنا طبعا الاكلة دي بنقضي اليوم كله فيها وفي التنظيف بتاعها وفي ان احنا نعملها ونطلحها مبتاكرة وكمان خم بيبقى فيه اوزونات كتير قوي اليوم الوقف طيب نعمل ايه مثلا في الاكلة دي اول حاجة بنروح نشتريها واليوم ان انت تروح تشتريها فيه لازم ان انت تنظفي الاكلة دي كويس جدا ما ينفعش ان انت تشيليها وهي مش نضيفة امدا لما بتجي تطلعين حاجة من الفريزر بتلاقيها ان هي صعبة جدا في التوضيح خصوصا لو كرشة او منبار او الحاجات دي كلها لازم ننظف كويس جدا وبعد كده نحط في الفريزر بعد كده بنروح مطلعين من الفريزر قبل بقى مثلا نلعيد مثلا باسبوع او حاجة نطلع نحشي المنبار نستق الفيشة ده بيعدل بيه نستق مثلا الطحال الحاجات دي كلها تسدقيها وتقطعيها وتحطيها في الفريزر وتطلقيها على التحمير على طول ما بيش مشكلة خالصة بالنسبة للناس اللي هتقولي طيب المنبار لما باجي احطه في الفريزر بيطلع الرز محتحد كده شوية او بيبقى الرز مش حيو انتي بيطلقيه تستخدميه غلط اول حاجة لازم الرز بتاع المنبار لما نيجي ناخده يكون رز نضيف ودرجة اولى ماينفحش ان هو يكون رز ان هو يبقى درجة تانية ابدا ابدا مشان انا بعمل محشي فان انا اعمل رز درجة تانية ماينفحش ابدا ولازم اخد الرز بتاعي قسلة واحدة بس ولو رز نضيف ما بحسروش خالص بحتفز بالنشط بتاعته وبعد كده بقلبه في الزيت كويس جدا وبعد كده بروح ضيفه للخلطة بتاعتي بالخضرة بكل حاجة وبحشي ان الزيت اللي احنا حطيناه ده بيعمل تغليفة كده حلوة ان الرز ما يتقصرش في الفريزر خالص ولما اجا طلعه اسيبه يفك خالص ما حطوش في مياه سخنة ولا ادخله في حتة يفك لو انا حطيته في مياه سخنة اللي بيحصل الرزة بتاخد صدمة فبتتقصر لازم اسيبها يعني تفك خالص براحتها وبعد كده ابدأت ان انا حمر واي حاجة هنحطها في الفريزر مش هيغير طعمها ولا اي حاجة بطلعيش المهم ان انت تبقي عاملة يعني في الفريزر بتاعك يعني زي رف مثلا للخضار رف للفتحة رف للحوم ما تبقاش كل حاجة الريحة ضغية على الريحة التانية ده كده مثلا للأكلة دي دي كده وفرت علي يوم عرفة ان شاء الله بإذن الله ابقى قاعدة كده بصلي ومتعبد ويا دوبك اقوم اعمل الأكلة دي احتاخد مني عشر دقايق مش اضايع ميوب كله في المدر طيب بالنسبة بقى للعيد والاضحية والكلام ده كنه بالنسبة للعيد الناس تتنخم بساعة الدبيح وما بيطلع الانساقت او الحاجات اللي بتطلع بتاعت الدبيحة دي بتروح كده شطفها بمية وها تطع على الفريزر بتيجي تطلحها بعد كده عشان تنظفها تلقى ما بتتنظفش ده لازم ان هي وهي سخنة تتكحت كده تعب بالمرة اجحتي من حاجة بتاعتك ونظفها حتى لو تعبانة وصحية من بجري وما نمتيش الحاجة دي لما بتطلع من الفريزر مهما نضفتها ما بتتنظفش خالص خالص نجي بقى مثلا للحوم اللحوم مثلا ببقى عايزة ان انا اسمها وزبطها عندي في الفريزر عادي خالص ان انت تقدر ان انت تنظميها وتعمليها بلاش اننا نبقى مستعجلين الاستعجال ده ولازم يكون عندي الميزان وتزبطي حاجتك والكلام ده كله طيب الناس اللي هتقولي انا عايزة اعمل مثلا طبق فتة يكون موبايل شوية نعمل طبق فتة مميز شوية ازاي بس بقى ستة يعني طبعا انا مش هعدل عليكم يعني انت كلكم اسادفة بس بيبقى فيه كده ططش كده صغير للفتة تمام ان احنا مثلا ما نبوش العيش قوي تخلي فيه ارماشة شوية في العيش تحسي الطعم العيش هيفرق معك جدا ونفي الحماصيه بالزبدة وبالتوم وطبعا الرز الابيض الجميل بتاعنا وتعملي من فوق الوش حيا اسمها طشة طشة مش النهية بتاعت السلسة لا احنا خلاص عملنا قريدي بتاعت السلسة طبعا كلنا عارفينها وبعد كده بجيب طومة بحماصها وبحط فيها شوية خلي طبعا بزبدة وبعد كده احط فيها مغرفتين ثلاثة من الشربة وبعد كده اروح اطها فوق الوش دي بتفرق معك في الطعم وفي الريحة خالص خالص بتفرق فعلا 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 طيب بالنسبة برضو كمان الاكلات اللي احنا بنحبها قوي قوي في العيد بالنسبة للرؤاء ازاي الرؤاء بتاعي يطلع ان هو مورق تمام وما يبقاش معجن كده ببعض ونحس ان هو هاشش وخفيف الشربة اللي احنا بنسقي بيها اللي احنا بنسقي بيها الرؤاء بتاعتنا نحط فيها شوية بيكين باودر عارفين البيكين باودر بتاع الكيكة نحط فيها شوية من البيكين باودر تورق معايا ولما اجي حطك طبقات الزمنة والزبدة هتجي تكليها هتلاقيها مورقة وخفيفة وهشة مش عجينة مش مسكة معاك وعجينة معاك لا هتقع هشة اكتر وده بالنسبة لحاجات كده صغيرة بس هتفرق معاك وهتخلي فعلا ان انت تحس ان انت استاذة في الحاجة دي او ان انت فعلا بتعمل الحاجة دي حلوة قوي طيب بالنسبة بقى عايز اقول على التدبيلة بتاحت المشاوي الناس كتير قوي عايز ان تعرف تدبيلة المشاوي بتاحت الحاجة انه بقى عايزين نشوفي العيد كلنا طيب التدبيلة واحد اتنين تلاتة ملها شرابة يعني ده الحاجة اللي بيستعملها اول حاجة ملح وفلفل اسمي مع البصل ومع طماطم كل دول في قلبي الخلاط ومعاهم شوية حبهان مطحون حبت حبهان صغيرين قوي مطحون كان بس كده وشوية الملح والفلفل وبصل وطماطم بس ما بنحطش اي حاجة تاني لمون وحل علشان يدبل معايا اللحمة وباخد كل ده وبروح قبلها في الخلاط علشان مش في الكبه في الخلاط علشان يبقى ناعم خالص واللحمة لما تتحط على الشوية ما تتحرقش معايا بعد كده هو بس لها ممكن اتبلها من دلوقتي اه ممكن اتبلها من دلوقتي لو انت اللحمة مش هجيلة